من بغداد ينضم إلينا سعدون السعدي المحلل السياسي يعني عندما نتحدث عن الاعتدار لمن كان سيكون مرشحا لرئاسة الوزراء العراقية وأيضا قانون البرلمان الجديد الذي أثار لغط بين مؤيد ومعارض برأيك إلى أين تتجه الأمور في ظل كل هذه التحديثات بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أخي الكريم وأحيي مشاهدي قناة الغد الكرام أولا أن قصي سهيل لم يعتذر وإنما أجبر على الاعتذار لأن سيد سهيل مرشح الفتح في الأسبوعين الماضيين كان هو المرشح الأقوى بالرغم المظاهرات الكبيرة العارمة واسمه مرفوض يعني المتظاهرين ومعظم الشعب العراقي لا يريد قصي سهيل أن يكون رئيسا للوزراء وبالتالي يعني رجل أجبر على تقديم الاعتذار بناء على المعارضة الشعبية هذا الجانب الجانب الآخر يعني يبدو أن الأمور تتجه إلى طريق مزدود يعني لأن الكتل السياسية إلى الآن لم تعي حجم التغيير الذي حدث في العراق ولم تتفهم طبيعة الشارع العراقي وإلى الآن لا زالت تنظر إلى المتظاهرين بأنهم مجموعة يعني متظاهرين سوف ينسحبون في يوم ما لربما في قادم الأيام نتيجة يعني قسوة المناخ سقوط الأمطار وطبعا هذا تقرير خاطئ أنا أقول يعني سوف ترفض الكتل السياسية مرشح من ساحة التحرير من الحراك الشعبي وبذات الوقت سوف يرفض المتظاهرون أيضا مرشح من الكتل السياسية وعلى هذا الأساس يعني هناك مشاكل عميقة لا سيمة وأن الكرت أيضا امتعضوا بعد التصويت على المادتين الخامسة عشر والسادة عشر والتاسعة التي تتخص مزدوجي جنسية ومنعهم من الترشيح طيب يعني يبدو من خلال كلامك أستاذ سعدون أن المشهد معقد جدا في العراق يعني في ظل الصد والرد هل يمكن من إيجاد مبادرة لمسك العصى من الوسط هل هذا ممكن والله يعني هذا الذي تتحدث به ممكن إذا كان العراق بمعزل عن الإرادة الإقليمية والدولية مشكلة العراق هناك ضغط إقليمي ودولي هناك إرادتين متصارعتين على الوضع في العراق إرادة أمريكية تريد أن تغير حكومة عبد المهدي وتأتي ببديل يحقق مصالحها وهناك أيضا رغبة إيرانية بقاء الوضع كما هو عليه يريدون خليفة لعبد المهدي على نهج عبد المهدي لتحقيق مصالحهم هذا الجانب الجانب الآخر يبدو أن الأمور تزداد سوءا ولربما يعني يتوقع بعد غد سيكون قرار المرجعية الدينية في النجف أو خطبتها الجمعة القادمة ستكون أكثر تأثيرا وأكثر قوة وأكثر وضوح ولربما سوف تحسب الصراع الدائر على رئيس الوزراء المشكلة ليس فقط بشخصية رئيس الوزراء ولكن ببرنامج رئيس الوزراء بقدرت على حالة الأمور بقدرت على فرض الانتخابات الجديدة بقدرت على السيطرة على كبح جماح الكتل السياسية التي تريد تستحوذ على كل شيء في العراق وهذا طبعا أمر صعب ومعقد وأنا أقول في قادم الأيام لربما سوف نصل إلى عنق الزجاجة شكرا جزيلا لك الأساس سعدون ساعدي المحلل السياسي كنت معنا من بغداد على هذه القراءة السياسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة